في الأيام العادية ببقى مبسوطة وممتنة جداً جداً لما بلتقي بأي شخصية قيادية عسكرية النهاردة يوم مميز يوم مميز حضراتكم عني وأنا يعني لا أخفي أبداً هذا التحيوز المشروع وهذا الحب اللي موجود جوه قلبي لكل أفراد القوات المسلحة من الجنود إلى القادة ففقرتي مميزة لأني هلتقي بأحد القادة اللي ليهم بصمة كبيرة في القوات المسلحة ومن خلال كلامي معاه حتى مع سياتو أثناء الفاصل يعني كلامه ممتع جداً جداً وخصوصاً أنه هو حضر 67 فالتحول الكبير جداً جداً من الهزيمة إلى النصر وكمان شاف أجيال كتير حتى هو محاضر في أكاديمية ناصر العسكرية فبالتالي كمان بيدي خبرته وكل تاريخه للجيل الصاعد تعالوا نتعلم منه ونتبحر معاه في الأمجاد الكبيرة اللي رسمها الجيش المصري بكل أسلحته وكل فروعه تعالوا دراحب بضيفي العزيز اللي أنا شخصياً اتشرفت جداً جداً بلقاءه وهو سيدة اللواء أركان حرب حسان أبو علي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا من الدفاع الجوية سيدة اللواء أهلاً بما عليكم نور تاني أهلاً بيكا فاندم وأهلاً بالسادة المشاهدين وخالص التحية والتقدير لشعب مصر العظيم ونتذكر شهدائنا الأبرار والجرحة اللي ضحوا بدماؤهم سواء في حرب الاستنزاف أو حرب 67 أو انتصار أكتوبر المجيد أو الأكثر منهم تقديراً هو هذا الجيل اللي بيحارب الإرهاب سواء في سيناء أو في داخل مصر تحية خاصة جداً لكل فرض من أفراد القاتل المسلحة طبعاً من الشهداء والجرحة وزي ما حضرتك اتكلمت أنه فعلاً الملحمة دي زي ما احنا كنا بنقول قبل الهوى أنه شايف قيمة مختلفة لحرب أكتوبر وأنها فعلاً غيرت مجرى التاريخ تماماً فحضرتك بيين لي كده ما قيمة هذه الحرب والجيل بتاعنا ده يتعلم إيه من حرب 6 أكتوبر الأروع ما في حرب أكتوبر عشان نتكلم عن حرب أكتوبر لازم نرجع للوراء قليلاً ونقدر تمت وظروف البلد إيه أنا قدر إليه أن أنا وإنا برودبة ملازم كنت في قاعدة المليزي الجوية في وسط سيناء وخمسة يونيو يوم لا ينسى في لحظات ودقائق تم تدمير القاعدة اللي أنا كنت فيها وعشت يعني إيه هزيمة وفي حرب 67 الجيش المصري فقط 80% من العتاد وأنا عايز أذكر الشباب وأذكر هذا الجيل ونقارم ما بين تصريحات القادة الإسرائيليين في 67 وتصريحاتهم في 73 في 67 مشهي ديان قال مصر لن تقوم لها قائمة قبل عشرات السنين إن لم تكن مئات وأن حدود إسرائيل الجنوبية هي قناة السويس وأن القوات الجوية الإسرائيلية قادرة على غزو القدب الشمالي في هذه الأثناء مش عايز أقولك الروح المعنوية إزاي كانت صعبة ولكن كان لدينا إيمان من الله أن مصر حفظها الله وهم خير أجناد الأرض كان عندنا هذه العقيدة بدليل إن بعد حرب 67 مباشرة في نهاية شهر يونيا حدثت معركة صغيرة صحيح اللي هي معركة رأس العش قدرة لي أو حاولت القوات الإسرائيلية من شرق القناة تخش تحتل بورفؤاد حدثتك عارفة بورفؤاد دي شرق القناة تصدت لها كتيبة صعق ومنعتها بعدها بأيام في منتصف يوليا جي قائد القوات الجوية مذكور أبو العز عليه رحمة الله جمع بقاء الطائرات المصرية وعمل غارة على القوات الإسرائيلية اللي فيه سيناء لرفع الروح المعنوية وبعدها في شهرين في 21 أكتوبر 67 تم تدمير المدمرة إلات ده شهرين بعد الهزيمة بعد الناس تقول إن الجيش المصري خلاص خلاص فتنبه العالم أن هؤلاء هم المصري مش حيركعهم دخلنا في حرب استنزاف قسية جدا وفي نفس الوقت تم تطوير القوات المسلحة وإعادة بناءها بإصرار من الرئيس جمال عبد الناصر رحمه الله في هذه الفترة الاستنزاف دي يعني كان شيء صعب جدا وفيها بطولات لابد أن يتعلمها الشباب أنا حقول حالتين اتنين حالة لجندي كنا في موقع إحنا دفاع جوي كان اسمنا المدفع المضادة للطائرات ولما حصل التطوير سنة 68 اتعاملت قوات الدفاع الجوي بقوة رابعة كنا في موقع مدفع ممتة وبنشتبك طول النهار لأنه كانت حرب الاستنزاف أساسها القوات الجوائية الإسرائيلية صحيح كان فيه عمليات جميلة من القوات الخاصة خلف الخطوط والمدفعيات بتاعتنا واسلة ومعركة دفعية سبت في هذا الموقع الممتة طول النهار بنشتبك المدفع رجع زيادة عن اللازم اسمه الرجوع والإعادة وكنا بنختار المعمرين من الجنود الأقوياء نشيل طلقة كده وزنات هاتين كيلو كان الجند المعمر ده اسمه أندراوس عزيز أندراوس هك فكر اسمه فكر اسمه طبعا بطولة فالمدفع لما رجع قطش مشت رجله فلازم يخلق فطبعا ساعتها لا يا فندم أنا كويس أنا كويس شافي طبعا بطولة بطولة بعد كده عدت حوالي ست شهور أثناء حرب استنزاف في موقع اسمه موقع الجزيرة الخضر الجزيرة الخضر دي جنوب السويس باتنين كيلو وفي مدخل السويس يعني كنا نبص شرقا الضفة الشرقية للقوات الإسرائيلية وخلفنا غربا القوات المصرية عادت في حالي ست شهور ثم حصلت تبديل قوات فبدلنا القوات ديت وسلمنا الجزيرة كان قائدي النقيب أحمد رفات ربنا يديله الصحة سلمناها لدفعتي كان نقيب أيمياس محمد عبد الحميد الجانب الإسرائيلي حسي أن جزيرة صغيرة كده جزيرة مئة متر في ستين متر ويدوب عليها موقع ميمطة وثلاث أربع أفراد من الدفاضة البشرية ونقطة مرأبة جوية مدفعية كده يعني حاجات بسيطة إنما هي أساسا موقع مدفعية ميمطة فالجانب الإسرائيلي حسي أن فيه تبديل قوات فبعدها بعد ما سلمتها بحوالي عشرين يوم اقتحمتها القوات الإسرائيلية بدفاضع بشرية وقوارب مططية ودخلوها ليلا تصدى لها هؤلاء الجنود الذين لا يزيدوا عن مئة جندي وثلاث أربع زبار تصدوا لها بشجع وهنا لازم أذكر كلمة قالها حديثا ظابط كان من القوات الإسرائيلية اللي اقتحمت الجزيرة قال إحنا فوجئنا بتصدي القوات وكان فيه ملازم شاب صغير زي الشبح طاح فينا إلى أن أصيب الظابط ده اسمه مصطفى أبو زديرا اللي قال هذا التصريح الظابط الإسرائيلي اسمه مناحم هجلي يعني أنا بتكلم بلسان العدو ده بيوصف بيوصف الظابط الملازم الشاب ده عمل إيه وتصدلهم إيه ثم صدرة أولا المدفعية أنها تضرب الجزيرة لما يعدوش فيها وفعلا لم يستمر القوات الإسرائيلية في الجزيرة الخضرة أكتر من ساعة أو ساعتين ثم قبل الفجر انسح دي أعمال بطولية في حرب الاستنزاف لا تحصى ولا تعد صحيح على التوازي بما أن القوات الجوية الإسرائيلية هي السلاح اللي بتعتمد عليه فكان لازم يحصل تطوير لقوات المسلحة كلها وخاصة الدفاع الجوي تم تطوير الدفاع الجوي بأسلاحة جديدة وطوال حرب الاستنزاف لا ننسى حينما تطور الدفاع الجوي في هذه الأثناء في حرب الاستنزاف من سبعة وستين لسبعين إسرائيل تناور ومش عايزة تعترف بأي قرارات لو أخفط لقنار ولا 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 إلى أن حدث لها خسائر جسيمة بعد تطوير الدفاع الجوي في قوتها اللي بنسميه بناء حق السواريخ ولازم أتوقف عند بناء حق السواريخ دوه ونذكر يعني إيه الشعب المصري حق السواريخ أنا بوجد الرسالة دي للجيل الحالي حق السواريخ ده بنى من ثلاث أنصاق من أول قناة السويس لعمق خمسين كيلو غربا لغاية الأطمية على ثلاث أنصاق بدوشم خرصانية من الذي بنى هذه الدوشم؟ العمال المصريين سواء شركات وكان على رأسهم شركة المؤولين العرب وحصل فيهم خسائر وحصل فيهم شهداء وحصل فيهم جرحة ولكن بإصرار الشعب المصري تم بناء هذا الحائط ولما حصلت خسائر فيه الجانب الإسرائيلي في القوات الجوية الإسرائيلية وفقت إسرائيل على وقف إطلاق النار اللي سمي مبادرة تروجلز الخسائر الجوية الإسرائيلية دي كانت قمتها في يوم 3070 اللي هو أصبح عيد الدفاع الجوي اللي حققنا فيه خسائر مهولة وأجبرت إسرائيل على وقف إطلاق النار حصل وقف إطلاق النار في أغسطو السبعين ولم تهدأ القوات المصرية في التطوير تم دراسة دقيقة جدا لكل كبيرة وصغيرة لكيفية العبور وسط رداد سيناء درس المناخ طبيعة الأرض طبيعة الجو اختيار التاريخ ليه الساعة 2 الظهر ليه مش الساعة 1 وليه مش الساعة 4 كل ده تم بدقة شديدة جدا 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 أشاءت إسرائيل أيامها أن إذا فكر المصريون في عبور قناة السويس ستتحول القناة إلى نار الله المقدم وعملوا فتحات سموها فتحات النبال إذا حسنوا القوات المصرية ستعبر سيفتحوا النبال بيعمل نيران والمية ما تطفوهوش في المية في المية ما ما تطفوهوش يعني لو عبرتوا مصريين ستتحروا تم دراستها بدقة وتم تدريب القوات الخاصة لليها كل الاحترام والتقدير وسدوا هذه الصغرات ليلة ستة يونيو طيب هذه حاجة بسيطة دراسة اتجاه الريح دراسة الساتر الترابي اللي كانوا الخبراء الروس بيقولوا عشان تفتحوا الساتر الترابي ده عايزين قنابل زرية عايزين اسلاحة غير تقليدية يوم يطلع مقدم وقدر عليها وليها الشرف ان انا قعدت معاه وحكالي بدقة شديدة الناس كلها عارفة قصة المقدم باقي يوسف اللي هو باقي يوسف عليها رحمة الله قال لي والله انا بايت قاعد وانحنا بندرس ازاي نفتح الصغرات دي وانا راجل زابة مركبات انما جاي في دماغي اني وانا في السد العالي كنا بخراطيم المية بينفتح الصغرات دي فبقيت متردد انما زي ما يكون نزل عليها وحي روحت اي مواقف ولتلقى فاندم هنعمل كذا 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 بخراطيم المية بستورده فعلا من خراطيم المية انا هحكيلي التفصيل فالناس انت زابط مركبات ايه اللي بتتكلم فيه ده كلام مهانتسين العسكريين انما درس بندرسه في علم فن القيادة ان قائد الفرقة 19 عليها رحمة الله استمع لي باتقان وقال له طب يا باهي اكتب الكلام ده فورقتين درافت كده كتبه رح بعته على قيادة الجيش قيادة الجيش درسه قاله اه علميا الكلام ده بعته للقيادة العامة حتى لغاية رئاسة الجمهورية درسه واتعمل الحق الترابي ده اللي كان ارتفاعه وعشرين متر عملنا ما كنت ليه في الخطابة بهذا الارتفاع واتدربنا على فتح الصغرات بخراطيم المية ونجحت وكانت مفاجأة مزهلة جدا لعلم حضرتك ما تم في حرب اكتوبر والاستنزاف بيدرس في جميع اكاديميات العسكرية للعالم ده حقيق انها حرب غير تقليدية كيف لمصر بعد هذه الهزيمة وتخسر 80% من قواتها واقتصادها وا 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 الى اخره ازاي تبني نفسها بهذه العظمة وازاي تدرس هذا الكلام ده طبعا الاعمال الدراسية المتقنة العلمية ده درس احنا بيتعلمه هذه الاجيال ان كل حاجة لازم تدرسها عندنا حاجة في الجيش اسمها تقدير الموقف واول حاجة في تقدير الموقف ان انا ادرس العدو جيدا نقاط القوة نقاط الضعف فيه ده كل ده تم في مرحلة وقف اطلاق النار للتطوير تم ارسال بعثات الى الاتحاد السوفيتي وكان ليه الشرف ان انا طلعنا هذه البعثة في الاتحاد السوفيتي وجبنا نوع من السواريخ اسمه سواريخ سام ستة وقابليها قادتنا واسدتنا راحوا جابوا السواريخ السام ثلاثة تطور الدفاع الجوي السواريخ السام ستة دي على جنزير نسب احتمالات اصابتها عالية جدا وزو مدى معقول قوي وسرعة تجهزها للاشتباك خمسة دقيقة يعني الدبابة ماشية عليها رادار الدبابة اخرى عليها القوازف هوب بنقف استعد القتال خمس داعي كان سلاح حديث جدا قدر الله ان احنا جبناه وجينا في مطلع الثلاثة بسبعين واتدربنا تدريب جاد الى ان تم التخطيط لحرب اكتوبر المجيدة طبعا الناس كلها عرفة يعني ايه خداع استراتيجي وقصة اني الدولة العظيمة ولا ننسى هنا القائد العام المشير احمد اسماعين والرجل العظيم المشير الجمصي كافية العمليات خططوا لهذا التخطيط الاستراتيجي اعلنوا عن العمرة بالضبط تعين بعض الجنود كده على القناة يلعبوا ويلعوا وينزلوا مياه يعني الدنيا ريلاكسة طيب التجهيز لستة اكتوبر هل احنا فجأة كده رحنا لا قابلها بحوالي عشرين يوم جات لنا الخطط بس تحت مسمى مناورات الخريف بالضبط وكلام شبه معلن والتقدير الاسرائيلي اني لا مش يعني اهو المصريين بيتدربوا يعني اكلم بقى لوحدتي انا عشان تعرفي مدى السرية متى علمت ان ساعة السفر الساعة اتنين يوم ستة اكتوبر علمتها يوم ستة اكتوبر صباحا حوالي الساعة 11 يوم خمسة اكتوبر يوم خمسة قابلها بيوم اتحرك الليوة بتاعنا كان اسمه الليوة 116 بقيادة الله يرحمه يحسن اللي ايه كان عقيد اياميها صلاح دهب كان راجل محترم اوي اوي وشجاع اوي اتحركنا يوم خمسة بالليل تحت مسمى ايه ان دي مناورات الخريف ووصلنا للقناة على مسافة ثلاثة كيلو منها واحدة اللينا وجهزنا المعدات طوال ليلة 6 قائد الكتيبة بتاعي انا كنت قائد ثاني كنت برد بترائد قائد ثاني قائد الكتيبة بتاعي فاتح العمروسي كان اياميها رائد برضو عليه رحمة الله طول الليل بنجهز فقال لي انا اخوش رائح كده ايه ساعتين ثلاثة ساعتين طول الليل الساعة 11 الصبح لقيت نقيب اسمه عبدالعزيز مفتاح جايب لزرفي كده ظريف مكتوب فيه سطرين تحددت ساعة الصفر لتكون الساعة 2 صفرا اليوم 6 اكتوبر ماذا السرية شوف السرية بقى احنا قائد الكتايب وعرفت قائد اللي هو معرفناش الكلام ده معرفناش ساعة الصفر غير يوم 6 اكتوبر الصفر انا مش عايز اقول لحضرتك والله بلا ادنى مبلغة بلا اي مبلغة ايه المعنويات دي طبعا احنا موقع كتيبة صواريخ بيبقى فيه اسمها عربية القيادة والقوازف على بعد 300-400 متر وبلا سلك ازعنا يا شباب تحددت ساعة الصفر الساعة 2 الضهر وقواتنا ستعبر وان شاء الله سنسترد سيناء وحناخد بطرنا اقسم بالله تهليل غير عادي وكلمة الله اكبر دي كانت هي الاساس انا مش عايز اقول لحضرتك ان التطوير والاتقان مش الدفاع حتى يعني انا لما باب بنحكي الكلام ده لهذا الجيل بيستغربه بنحارب وبنجري ومعانا تعينات ميدانية وفي نفس الوقت وفي نفس الوقت كان على كل نقط وميدان في مطابخ يعني التطوير تم من الاسلحة الادارية للاسلحة القتالية للمنفيات للمشايا للصعق للدفاع الجو للقوات الجو هي البحرية الى اخير تهليل غير عادي بتاع حديد ساعة السفر الساعة اتنين طلت خدنا امر كده زي بي منسميه ان نكون صمت راداري بمعنى بمعنى ايه صمت الراداري يعني جميع وسائل الدفاع الجوي تطفي الرادارات لان الجانب الاخر الرادار ده عبارة عن نبضات راح وجاي طفينا الرادارات وطلعت الضربة الجوية المصرية العظيمة وعملت التمهيد كويس والمدفعية بتاعتنا بدأت تعمل التمهيد النيراني وبدأت قواتنا البرية في العبور بالقوارب المططية ونجح الدفاع الجوي ان تكون القوات البرية ده وهي بتعبر وبتنفذ المهمة السماء فيها محمية بنسبة 100% بعد ساعة في حيو بقى اسمها الضربة الجوية الاسرائيلية المضادة جات هذه الطائرات واقسم وده مسجل ما في طيارة اسرائيلية نفذت مهمها تصدى ليها اخوات الدفاع الجوي من اول الرشاش للمدفع لسواريخ السم 2 السم 3 السم 7 اللي هو سواريخ الكتف السم 6 اللي هو احنا ورجعت هذه الطائرات ويكفي ان بعض الاسرة من الطائرين يعني انا دائما بستخدم ماذا قال العدو الطائرين قالوا احنا جات لنا اوامر قال نقترب من قناة السويس لمسافة 15 كيلو يا سلام يعني قواتنا البرية تمت في سماء صافية صحيح وطبعا اعجاز ان هذه القوات اللي طلعت في القوارب تسلقت الحق الترابي وتم فتح الحق الترابي عشان بقى الدبابات بالليل بقى تتعد منه وهكذا الى ان تم احتلال وتدمير خط برية وده كان في ظل كمان يا سيادت اللواء تأمين جوي محكم بلا شك 100% وانصر المبختة والمفاجئة انا زي معانيك بتتكلم على العدو ان هم تفاجئوا وانه فاكين ان الجيش في حالة من السكون في المتاع الاسترخاء ومنعارات الخريف والدنيا هادية في ساعة 2 الظهر ده كل ده كل الدراسات التكتكية بتقول الهجوم يبقى في اول ضوء او في اخر ضوء الساعة 2 الظهر الساعة 2 الظهر ده التوقيت ليه 2 الظهر زي ما قلت لحضراتك ليه 6 اكتوبر ليه 2 الظهر كل ده تم الدراسة الساعة 2 الظهر بتبدأ الشمس احنا في احنا في الجانب الاسرائيلي شرق القناة فالشمس بتشرق من الشرق بعد الساعة 12 تبقى في ايه في ظهرنا عشان كده تم الاختيار ما بعد الساعة 2 دي نمرة واحد الساعة 2 بيبقى في استرخاء للقوات استرخاء ليه لان احنا يعني حتى معظم القوات سواء احنا او الجانب الاسرائيلي بنصح بنصح اول ضوء بنعمل شوية تجهيزات واختبارات للمعدات وبتاعهم بنبقى قاعدين وبتبتدي نهدأ الظهر ايه ده ليه اختارنا الساعة 2 الظهر عشان مناخيا الشمس تبقى في الغرب لان في وسائل كتيرة جدا سواء مدفاعيات او دفاع جوي بيشتغل بالنظر اه فطبعا انا لو ابص كده والشمس في واش في غير لما تبقى الشمس في ده صحيح فاختيار ضخيق جدا جدا ليه الساعة 2 الظهر دي لها اسباب كثيرة جدا 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 ده ابسط حاجة فيها وزي ما بقول لحضرتك فوجة الجانب الاسرائيلي بالضربة الجوية المصرية فوجة بيها مش مصدقين طلعت القوات الجوية الاسرائيلية تعمل الضربة المضادة فوجة بيه طلقة نزلت على اي قوات برية لنا يوم 6 اكتوبر يوم 7 اكتوبر فكرت القوات الجوية طبعا انا مش عايز اقول بقى برية خلاص بقى دخلنا ونقطة قوية دي نقطة قوية الاسرائيلية دي قد نقاط مجهزة تجهيز جبار يعني مش عايز اقول لحضرتك واتيح لهذه الاجيال ان تزور هذه النقط لانها بقت مزارات سياحية ازاي لها سقف حوالي 4 متر صحيح سقف خرصاني ثم طراب ثم قطبان السكة الحديدة عليه الى اخره ويضربوا من مزاغل ومجهزة تجهيز غير عادي اقتحمت بشجاعة غير عادية طيب انا هتكلم برضو كتخصص كدفاجة طب استغزم عليك وانا ما قطعتكش خالص طوال الحديث لاني مستمتعة وعارفة انه في كلمات كثيرة من الاعجاز اللي حصل فعلا في حرب اكتوبر وانه القصص الخاصة ببطلات الجيش المصري بكل اسلحته وكل فروعه لن تنتهي ابدا ولكن بصفة يعني معليك مستشار لاكاديمية ناصر العسكرية العليا بتدرس لجيل جديد ايه اهم البنود اللي معليك بتحب تزرعها في الجيل اللي طالع يعني يتعلموا ايه من حرب اكتوبر وازاي يعرفوا فعلا ان المؤامرة قد تكون دلوقتي اصعب لانها مؤامرة غير معلنة وان احنا بنحارب عدو مخفي الحقيقة يا فندم الجيل الحالي والدارسين اللي عندنا في الاكاديمية لهم كل الاحترام والتخدير لاني فيه جوز كبير بينهم مراجع من سناء ويعني تسمحيلي يعني تفضل يعني احنا بنقول بعد حرب اكتوبر منتهت كان فيها عندنا مصطلح حتى بعد وقف اطلاق النار ومباحثات الكيلو مية وواحد انا قبل ما اجاوب على السؤال دوت عايز اقول لحضرتك بس ان درس بندرسه ان احنا استعدنا سيناء بتلت وسائل الحرب وتدمير خط برليف وعبور القناة فجبرت اسرائيل على التفاوض في الكيلو مية وواحد اللي بدأ به المشير الجمسي عليها رحمة الله الى ان تم الانسحاب يعني استعدناها بالحرب ثم مفاوضات وكات مفاوضات لازم نعظم لكل من اشترك لان كات مفاوضات لا تقل دراوة عن الحرب ثم صراع قانوني للسردات طابة وده دارس بندرسه الاجيال ديت ان مصر لم تفرد في زر ترامل صحي اللي بندرسه يحكوا لي الاجيال الحالية من الدارسين بقول لهم انا شخصيا من الجيل اللي كان القوات التي تعمل خلف الخطوط من زمالي ودفاتي كانوا بيحكوا لي ان احد مصادر المعلومات ليهم اهالي سيناء المحترمين كيف تحولت سيناء في هذا في هذا الزمن الى منطقة ارهابية رغم التطوير والميزانية العظيمة التي قررها الرئيس الدولة لتعمير سيناء لان برضو بنعلم ان التعمير احد وسائل السلام ومنع الحرب صحيح ففعلا في تطوير عظيم جدا في سيناء انما الدارسيين بيحكوا لنا انهم بيتعجبوا الارهابين اللي موجودين في سيناء من عدة جنسيات مش مش مصريين من عدة جنسيات اه فيهم مصريين ما بنقولش لا انما ده درس نتساءل بقى للشباب الارهابين دول مين اللي بيمونهم مين اللي بيدربهم مين اللي بيورد لهم هذه الاسلاحة ومين اللي بيستقطبهم طبعا في البداية مين اللي استقطبهم الناس دي بكافة المقييس بكافة المقييس دون يعني دول مرتزقة ارهابيين انا مش قادر افهم يعني واحد من جنسية غير مصريية جاي في السيناء جاي تعمل ايه واحد ديانته ايا كانت جاي تعلن امارة سيناء الاسلامية امارة امارة هي ايه انا دايما يعني حتى بنستخدم وبنعلم ابنائنا ما نجيبش سيرة الدين حتى انت لو تلاحظي ان انا لما بتكلم بقول الجانب الاسرائيلي يعني حتى بنعلم ان لما تكلم ما تقوليش اليهود عملوا لا لا ما نقولش اليهود الاسرائيليين احنا ما احناش ضد اليهودية ولا ضد المساحية بنقول الاسرائيليين الصهيونية العالمية اللي حطت التركيز لإنشاء طبقاً لما هم بيقولوا وطن قومي رغم أنه كلام يعني محل جدل دي حاجة الجيل الحالي الجيل الحالي من العسكريين أنا عايز أقول لحضرتك حاجة الجيش المصري جيش عميق وله استراتيجية سابتة هذه الاستراتيجية كما تعلمناها كنا نقول أن الشعار في كلها الحربية الله الوطن بالأمر فالوطن يعني النصر أو الشهادة دي عقيدة كل من يرتدي الكاكي تعلمها حافظ على بلدك زي أنا زي أقول لحضرتك احنا استردنا سينة بتلت وسائل عشان ده درس ما نفرطش في سنتيمتر واحد يعني إيه طابة يعني تبقى عندهم ولا لا لا ناخد حقنا ناخد حقنا فيه تعمير في سينة احنا في الجيل الحالي أنا زي ما بنقول لهم كان الله في عنكم رغم البطولات اللي تمت في أكتوبر وحرب الاستنزاف إنما أنا كنت بحارب عدو شايفه عارفه لابس إيه ومكانه إيه وبتكلم إزاي أنت النهاردة بتحارب عدو قد يكون في القضاء لجنبك صحيح قد يكون ماشي في عربية قدامك وأنا مش قادر أفهم مش قادر أستوعب يعني من من للأسف الشديد في بعض وسائل الإعلام الكراهة لمصر لما تجيب واحد يقول لك قتل شيخ لابس بزي الأزهار العظيم يقول إن قتل الجندي الشرطة والجيش يدخلك الجنة صحيح كيف هذا؟ ده مختل ده مختل ده مرتزق ماشيات اللي هو هما لازم يحللوا صفك الدماء المصريين ولازم يدوا لجنودهم دول مبررات عشان يقدروا يتجردوا تماما من إنسانيتهم أنا بتكلم على المصريين المنضمين لهذه الجامعات الإرهابية ويقتلوا إخواتهم المصريين من جنود الجيش المصري أو حتى من القادة ومن الشرطة أنا ممتنة لبوت حضرتك أنا عايز أضيف حاجة في وقت محرم للأسف إحنا وقتنا خلص لكن طبعا ما عليك لو حاب تضيف أنا عايز بس أقول إن ما بعد حرب 73 بقى في حاجة اسمها الجلي الرابع من الحروب خلاص الحرب مش لازم تكون مدفع وطيار ده إيه وما يحدث في سوريا والعراق يعني دليل على هذا فأنت يا مصريين أنتم عايشين في أمان أنا في غاية الغرابة أن يطلع واحد منهم يقول أنتم يا مصريين تطولوا تبعوا زي سوريا يعني أنتم عايزيننا عايزيننا نقتل نفسينا بنفسينا الله لما كنت دليل رأيت جات هنا وقالت الفوضى الخلق كيف تكون فوضى وخلاقة آه فوضى في الدول العربية عشان تبقى خلاقة لي مصر مستهدفة وعايز أقول بقى في الوقت الحالي يعني هل هي مصطفة أن الأربع حدود المصرية عليها مشاكل تركيا في الجانب الليبي وفي البحر الأبيض والإرهاب اللي في سيناء وتعنت أسيوبيا أقسم بالله أقسم بالله لو ما تم تطوير الجيش المصري في الوقت الحالي واستوردنا حاملات الطائرات وقاعدة محمد نجيب وقاعدة برنيس لكانت تركيا وقطر فرضوا إرادتهم على مصر ولكانت مصر اهترقت تطوير الجيش جنبا إلى جنب مع التطوير في المدن الجديد أنا أعزونا لحضرتك حاجة إحنا من سنة الثمانين كان فيه دراسات عن إنشاء عاصمة جديدة من سنة الثمانين من أربعين سنة فلما ينجي النهاردة الرئيس يعالج مشاكل عميقة من بالها سنين عشرات السنين صحيح وبجرأة وكان الله في عونه طبعا يعني لأنه ما فيش قرار بيرضي الناس كلها أنا ممتنة لوجود معليك يا سادة اللواء وسعيدة ولو كان عندي وقت كنت أعود أيام وأيام نسمع كلام معليك الجميل عن البطلات الخاصة بالجيش المصري كل سنة ومعليك بألف خير وربنا يديك العمر والصحة وتبدأ تطلع لنا أجيال وأجيال تكون ممتنة لجيل إحنا ما شفناهوش إحنا بنسمع عنه لكن مؤمنين بقدرته وشايفين ولمسين في كل يوم بنروح في سينة ونشوف في أرضنا وإن إحنا فعلا مفرطناش في حبة رمل من أرض مصر لا شك ده عفيدة ومبدأ صحيح ممتنة جدا لوجود معليك وأنا شخصيا بحب رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية شكرا جزيلا سيدة اللواء أركان حرب حسان أبو علي المستشار بأكاديمية ناصر العليا العسكرية من الدفاع الجوي شكرا جزيلا سيدة اللواء ومنور تاني مشاهدينا لسا مكملين احتفالنا مع حضرتكم بنصر أكتوبر العظيم فاصل قصير وعلى طول راجعين انتظرونا شكرا جزيلا 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 شكرا جزيلا